أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف الانشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازمة على مستوى الجمهورية ومراكز المرحلة الأولى التي تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبيا إضافة إلى موقف مراكز المرحلة الثانية والمخطط دخولها الخدمة بداية العام المقبل كما تطرق الاجتماع إلى موقف البنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازمة وما يتعلق بخطوط الربط وكذا موقف تطبيقات مرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز